مرحبا بكم في موش تصباحة من جديد نعملوا دورة نعملوا دورة نعملوا دورة على الفنانين أخبارهم وجديدهم إسمع وفلت إسمع وفلت مش نبدأوا بالستاتيو استاتيو اللي هبته عاطف بن حسين قال إنه رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدق شخص في العالم أصدق هو حري كول وأذاف قال إنه الانتقادات اللي وصفته بإنه يطبل للرئيس سعيد قال إيه عاتش بي كي نقدس الخارق قيس سعيد وأنا معجب بي وانتخبته وموش نقدس فيه من 25 جولية بل من وقت اللي انتخبته ونمن بيه وبإنه نظيفه حتى كي نسمع ويتكلم نتأثر ونولين بخاطر يحب بلاده بصدق وقال إنه شخصية رئيس الدولة قيس سعيد ما تتكررش وقال إنه الناس بيش يقفوا على كلمه هذا التصريح اللي صارحه الراديوية ثم نهر اللي ربع هاي هو بوعه هو لنس أحرار ما تفحوا عندهم حرية تعبير عن الرأي وهذا طبيعي ومكفول يعني في تونس كما نحترمو زاد الناس معناتها اللي هي ما تحب قيس سعيد ومنحازة لخطاب قيس سعيد وأفكار قيس سعيد لذلك ما لازم نحترمو زاد الناس نحترمو الآراء الكل اللي ما هيش منحازة والناس اللي ضد معناتها التمشي اللي اختاروا قيس سعيد وهذه هي تونس كيفاش نحبوها أنا مش عاجبني اللي ساير معناتها في المدة الأخيرة خطاب التخوين اللي موجود كانك مع قيس سعيد جماعة اللي ضد قيس سعيد انتي انقلابي وخاء وكذاب كذاب كذاب فما كلام ما لازموش يتقال وكانك ضد قيس سعيد انتي معناتها ماكش وطني وديكتاتوري ومعناتها واكل الحسي دونك الخطاب التخوين هذاي لو ما عنده وين يوصل وتونس تتسع للجميع بيانسور للأراء الكل وكل واحد حر في رايو وكل واحد يعبر كما يحب هو بيش نمشيو لدائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لديه محكمة الاستيناف في بل اختصاصي ذهي اطلع اختصاصي حبزي لا انا اختصاصي تعدت ليا متابية انا نجم يكون اقوى منك برشة في الاختصاصات ليا متابية ماشاء الله علي شفتوا ليا متابية ليا متابية انا قايمة بالواجد كل التضامن اختصاصي من اقوى الاختصاصات انا اه يا سيدكا تم حفظ التهم لعدم كفية الحجة في حق مغني الرب سواجمان في قضية طبيض الاموال حسب ما اعلنه محامي سواجمان كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بالبحث في القضية اصدر قرار ختم البحث في معاء حالة سامحوني سواجمان بحالة سراح على انظار دائرة الاتهام من اجل شبه الطبيض الاموال ونظرة الدائرة وقالت معناها في ملف القضية وبعد المفاوضة قضت بنقف قرار ختم البحث والقضاء مجددا بحفظ التهم في حق سواجمان لعدم كفية الحجة بوه معتشنا بشو نقولك حبس وحرما من السفر وولتوا دايور بيانتون ما لازم هما يستنى معناتها في قرار رفع حجر السفر وحبس وفلوس مصادرة وغير وبعد معناتها بعد تطلع اي اي معناتها ما نعرف شنو ليسارلوس واجمان بالذبط ما ريتنا هي أزبيك كمان أزبيك لشنو اللي سارلو في الأونة الأخيرة والمدة الأخيرة في تونس شاء الله شي دايما يتعودش كل التضامن اسمع وفلت نقول لك حاجة يالله مش مشيه المصر باز نقول لك حاجة كلي نقول لك حاجة مشينا المصر ولا عارفها معناتها مستحين فماشي نهار في موجة صباح هزيتك شو المصر المثنين اللي جمعة في مصر مفرهددتك سبت وحد نرى نحوض في تونس مفرهددتك من أكثر العبيد اللي مفرهد معايا من نزدك من بلاد لبلاد درد درد هشليل مصر ديما مصر كل يوم نزدك هند ضربة أمريكا صحي مفرهددتك ولي بريطانيا يعطيك صحة صحرورة قايمة بالوجب قايمة بالوجب آية سيدك شنحكي وعلى انا بصراحة صدمة حياتي لكلام اللي بشون قوله طو كيف يشترا مصطفى فهمي انا نحبه بارشا الفنين القادير مصطفى فهمي اه ماء كيف مصطفى فهمي يهبط كلم كيما هكا محاش اللومين على حتى حد تصدمت نحكي على قامة نحكي على عمر نحكي على على هيبة كاريير كاريير مصطفى فهمي نفذ تهديده وكشف السبب الحقيقي وراء طلاقه من الاعلامية فاتن موسى غيابيا اكد في بيان انه فاتن قاعدة تتلاحق فيه بطلبات مالية مبالغ فيها تخطط قيمتها اكثر من 67 مليون جنيه وتيقن بعدها انها تزوجته من اجل تحقيق الثروة هذا كلمه هو اللي قاله والاستفادة من ما كانته الفنية قدم توضيح حول سير التحقيقات النيابة وقال انها اقتحمت الشقة برفض معها بلطقية كما قالها هو قال في البيان ان التي اقتحمت شقة وكسرت الاقفال ببلطقية وارتكبت جرائم يحاسب عليها قانون العقوبات استغلت عدم وجودي بالقاهرة سأحاسبها بالقانون ولن اتنازل عن حقي قال قد تناقشنا في موضوع الطريق اكثر من مرة بعلم بوها اخوها على انه يتم بالطراذي بعد مولاة الحياة الزوجية بناتنا مستحيلة قال تدعي اني خذت لها حويجها واحذيتها هناي الصدمة تبدأ عندي انا فعلى الجميع ان يعلم اني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة يعاير فيها اي معنتها وطمقتها وهي تملك ثمونتاش ان شلطة ملابس اه ثماث سبعتاش زي دي سبعتاش متى مصطفى فهمي ومقتنيات شريتهم لها من اموالي جانب وبدأ يسمي معا بقديشة شريها ما اه جانب سيارة جديدة كتبتها باسمها بمبلغ اربعمائة الف جنيه ومبلغ خمسمائة الف جنيه مؤخر صدق وعرضت عليها اه عرض عليها كل هذه المبالغ والمقتنيات عرض قانوني عمل اوديت اي قال لك واستلمت انذار العرض وكمل حكي 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 وقال اه وما كفتش على الطلبات المادية اللي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شو هي طلبتها حتى هي مش ناقصها قتلوا شريلي دار في بيروت اي قيمتها اربعة مليون دولار وفيها وهذه بخلاف دار بيروت تحب على فيلا اخرى فيها بيسين في احدى المنتجعات بالقاهرة بقيمة اثناشن مليون جنيه طلبت منه شراء شليه في الساحل باسمها زيدة قيمته ستة مليون جنيه شليه اخر في منطقة العين السخنة قيمته قيمته اربعة مليون جنيه قال لك تأكدت من سلسلة الطلبات اللي لا تنتهي رغم انها ما تخدمش وما عندها حتى مصدر دخل انها تزوجتني زواج لتربح وتكسب والشهرة والاستفادة من مكانتي الفنية يمي زواج للمصلحة وزواج اللي ما فيهش اصص صحيحة ولي مش مبني على قواعد صحيحة من الاول بلايش به خير صحيحة الزواج انا صدمتي من الزواج كانك هي على طلباتها مبالغ فيها بصفة رهيبة كانك انتي معناها اينا وفضل بانسير مداما فيها المرأة هذي كانت في يوم من الايام مرتك ما حبتوش وما حباش كان حبتو حبها راهو الكلمة ذاي كل ما يتقارش حبيتها وما حبتكش حبيتو بعفكم ولا ليهو ممكن حبت هو حسب الكلمة هو وقلوك حبت الفلوس حبت الفلوس فما قدروا احترام كون انتي اعلى واكبر ارقى ارقى مش شي هذا الكلو ما تقولش شي اذا ينبعد فقط انك انتي يمشي في البروسيديور متعتليق وقصة عليها اما هاي زادها هي راهي قتله من الاول المحكينة فيها مش هي خرجت من الاول وقالت راهو فاكلي دبشي دبشي ايه شوف محليها طوحكا طوح محليها كيف انتي اش دخلني انا سحر بالله لا والله لا 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 دخلك مصطفى فهمي راه اسمع اتدخل معي في مصطفى فهمي خير من ندخل يا سحر لخاطرك انتي راهو صحيت صحيت مو راهو سطوفة شبيك تفتلك نعرف كتحبوها اي ليه طوصيين مع عادشة وفين بكتوب بينهتنا في بليش بي هكا نطلع هكا ريتشي ريتشي قال لك قدمة عيش تتعلم قدمة عيش تتعلم قدمة عاشر قدمة عاشر تزيد تعرف تزيد تعرف العباد ومعدنها انا عرفت معدن مصطفى فهمي اليو اصدمني يعاية في المرأة وهي طلبات اذوكم يجي يجيب لك الراجل مو لا ما نعرف شالي وين شاليات في المنتجاع وعين السخنة و بيروت وبيروت والقاهرة والسحل الشمالي جرج كلوني منيش يجيبهم لك مصطفى ولا كان مصطفى فهمي وبره اللبس علي وبره اللبس علي وبره عينيزرق وبره عينيزرق وبره عينيزرق وبره معروف عني عندك شانتة وليو 18 وقريتشي شانتة ملابس شانتة سفر ربي يهدي اسمع وفلت يزينا من الأخبار ونمشوا للموزيكا يزيزي تابر حسني يا فرحة